السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تنظم المرأة وقتها في شهر رمضان نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في البداية أخت الفاضلة وابنتي الغالية لازم تعرفي إن شهر رمضان ده فرصة العمر التي قد لا تتكرر فاكتهدي وكأنه آخر رمضان هنعيشه آخر رمضان هنسعد به بفضل الله سبحانه تعالى ربنا يا رب يرزقك طول العمر مع حسن العمل وحسن الخاتمة اللهم أمين فحاولي مثلا وانت في شهر شعبان في أواخر شهر شعبان في آخر عشر تيام في شهر شعبان أو آخر أسبوع حاولي تجهزي أكبر قدري من الأكلات السهلة من شهر شعبان وتحطيها في الفريزر طبعا دي يعني اللي ظروفها المادية تسمح بذلك وإلا فكتير من النساء ظروفها ما تسمحش فيدوب بتجهز أكلها يوم بيوم أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزقكم وأن يقضي ديونكم وأن يفرج همومكم اللهم آمين يا رب العالمين فاللي معاها سعة من المال تجيب وتجهز وجبات بحيث تبقى دوب وقفة على التحمير أو وقفة على السوة تمام كده وتشيلها في الفريزر وكل يوم تطلع الوجبة اللي هتجهزها للأسرة في ذلك اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى المهم أنك تبدأي بقى من أول ليلة في رمضان بصلاة الترويح لأن بعض النساء ما بياخدوش بالهم أن أول ليلة في رمضان اللي هي آخر يوم في شعبان يبقى صابح بكرة رمضان نبتدي بقى في الليل نصلي الترويح فلا تغفلي عن صلاة الترويح هتصلي الترويح بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد ما ترجعي من الترويح ترتاح شوية وبعدين تقومي ربنا يبارك فيك تجهزي الصحور واستحضري النية على قد ما تقدري سواء في إعداد الإفطار أو في إعداد الصحور إن ربنا بيجعلك سبب للإعانة لإعانة أسرتك كلها على طاعة ربنا سبحانه وتعالى فصيامهم يتحسب لهم ويتحسب لك وقرأتهم للقرآن يتحسب لهم ويتحسب لك وصلاتهم تتحسب لهم وتتحسب لك ليه؟ أدالوا على الخير كفاعلي وبعدين وتعاونوا على البر والتقوى وإنت أعانتيهم على البر والتقوى بفضل الله سبحانه وتعالى هتؤدي الصحور وتتسحروا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تصلي ركعتين قيام للكده قبل الفجر وبعدين تصلي الفجر أنت مش مطالبة أن أنت تروح المسجد لكن لك نفس الأجر والثواب اللي بياخده الرجل وهو رايح يصلي في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى فهتصلي الفجر وبعدين تجلسي في مصلاقي تذكري المولى عز وجل هتقولي أذكار الصباح وبعدين تقرأ الورد الخاص بيكي من الكرآن لو حضرتك امرأة عاملة يبقى هتقومي تجهزي نفسك بعدما تقولي أذكار الصباح وتقرأ الكرآن وتصلي ركعتين الضحى ألف مبروك اتكتب لحضرتك أجر حاجة وعمرة كاملة بفضل الله لو حضرتك امرأة عاملة هتروح الشغل تمام بس قبل ما تروح الشغل هتجهزي التتبيلة بتاعت الأكل والحاد ديها والنبي صلى الله وسلم دعا وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها هتجهزي الحاجة على التتبيلة كده وتزبطي كل حاجة وتروحي شغلك وانت راح الشغل وراجب الباص بلاش تكلمي مع الجنبك من أخوات وكده اشغلي نفسك واشغليها بالقرآن قولي لا حبيبتي هات المصحف معاك وكل واحدة فينا في الذهاب والقياب نقرأ جزء القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى لما تروحي الشغل بقى مش هتقرأ القرآن في الشغل لان وقت الشغل ده للشغل انما وقت الذهاب والقياب ده بتاعك انت تقدر تقرأي جزء القرآن في الرايح وجزء القرآن وانت راجع بفضل الله سبحانه وتعالى ولو مش شغالة بقى خلاص قاعدة في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى جاهزت بقى الاكل وتبلت الحاجة وزبطت كل حاجة نامي وارتاحي لحد الظهر ربنا يبار فيك وبعدين تقوم تصلي الظهر وتبدأي تبعاتي لبعض الاخوات على السوشال ميديا تذكريهم بالقرآن وارد الكرآن وذكر المولى عز وجل وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمساهمة في افطار الصائمين ولو بقدر يسير ان شاء الله حتى تؤدي واجبة او واجبتين او حتى تسهمي في اعداد واجبة تفطري بها صائم فتاخدي اجر الصيام وبفضل الله سبحانه تعالى دون ان ينقص ذلك من اجر الصائم شيئا بفضل الله سبحانه تعالى وبعدين هتصلي صلاة العصر وبعد العصر هتقولي اذكار المساء ثم بعد ذلك تجلسي تقرأ الكرآن ولو نص ساعة وبعدها تقوم تحضار الافطار مع استحضار النية اننا بعنهم على طاعة ربنا وبعنهم على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة الكرآن وعلى ذكر الرحمن تاخدي نفس اجرهم بفضل الله سبحانه وتعالى وقلنا بقى حضرتك بعد اما تخلصي كده هتصلي بقى الترويح بعد كده وبعد كده تنامي ترتاح شوية وتقومي تاني تجهز الصحور مع استحضار النية وتصلي الفجر وتقولي الافكار وتقرأ الكرآن وتعوضي للضحى وتصلي وتاخدي نفس الاجر وبعدين تجهزي لايه الافطار تتبلي الحاجة والجهزية من بدري اللهم بارك لامتي فيه بكورية لو قعد في البيت بتعوضي في البيت تقرأ الكرآن او ترتاحي بفضل الله سبحانه وتعالى ولما ترجعي من الشغل ارتاحي ساعة برضو جهزي الافطار وبعدين صلي الترويح لكن لا تغفلي عن حاجتين في غاية الاهمية احرصي كل يوم على افطار الصائمين على قدر الاستطاعة ولو على التمر افطرت ظروفنا مش سامحة خلاص جهزت الافطار ليكي والأسرتك والدك والدتك واخواتك لو مش بتجوزها اول زوجك واولادك لو متجوزها وخلي معهم واجبة لفقير يكون صائم تدهم له كده ايه تبعطيهم مع ابنك او مع زوجك تاخد الاجر طب مش هنقدر نجهز واجبة افطار بسيطة خالص بعض التمرات في كياس صغيرة كده ان شاء الله حتى عشرة كياس كل كيس فيه تلت تمرات وينزل ابنك او زوجك يوزعهم قبل المغرب على الناس في الشارع اللي همه بيبقوا لسه مروحين ومش حافين يوصلوا بيوتهم او ناس رايحة تصلي في المسجد صلاة المغرب فيديهم عشان يفطروا فتاخدوا نفس اجر الصائمين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم احرصي على دلالة كل الاخوات على الخير وعلى فعل الخيرات ليكون ذلك في ميزان حسناتهم وميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى بكده تبقى نظمت وقتك في شهر رمضان استمتعتي بوقتك واستمتعتي بالكرآن وبالترويح وذكر الرحمن واعداد الافطار وكل حاجة جات في وقتها براحتها بفضل الله سبحانه وتعالى لما بتعد الافطار بعد صلاة الضحى في الوقت المبكر ده اللهم مبارك لأمتي فيه وكوريا والله العظيم بتنجزي الاكل في وقت يسير عكس ما تبدأي بعد العصر تعملي الاكل احيانا يدن عليك المغرب وانت ملحتيش تجهز الاكل للأسرة ولا حول ولا قوة الا بالله هكذا تستطيع المرأة ان تنظم وقتها في شهر رمضان سواء كانت عاملة او غير عاملة بفضل الله سبحانه وتعالى واحتسب الاجر دايما والثواب عند اعداد الافطار او الصحور او عند فعل اي شيء او اي خير او عند دلالة الناس على الخير حتى يكون ذلك في ميزان حسناتك اسأل الله عز وجل ان يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته